على أي حال بما نحن نتكلم عن الكرة فخليني أكد على حضراتكم معيدة على حضراتكم مرة أخرى البيان الخاص ببرنامج كابيتانو مصر حيث أكد برنامج كابيتانو مصر لإكتشاف المواهب الكروية أنه لا توجد أي أكاديميات أو مدارس أو كشفين أو كلاء لعبين تابعين للبرنامج من قريب أو بعيد كابيتانو مصر برنامج تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالاشتراك مع وزارة الشباب ورياضة لإكتشاف المواهب الكروية في كل محافظات مصر ومجانا وبدون مقابل وتحذر كل من يستخدم الاسم أو اللوجو أو يربط اسمه بالبرنامج لاستغلال المواهب وتضليل أولياء الأمور لاستخدام أبنائهم في الاشتراك بأي أكاديميات أو مدارس كروية تحت اسم كابيتانو مصر ونشدد أن البرنامج لا يهدف للربح وإنما اكتشاف المواهب عن طريق خبراء من وزارة الشباب والرياضة فقط لتقدمهم للمجتمع وعن طريق اختبارات يتم الإعلان عنها في القنوات والمنصات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وستتخذ إدارة البرنامج كافة الإجراءات القانونية ضد استخدام اسم وشعار البرنامج في منصات التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين وإهمهم بأنهم يستطيعون ضمهم لبرنامج كابيتانو مصر أو تسويقهم مقابل تحصيل أي مبالغ مالية الاختبارات تم إجراءها بالفعل وفق الأيام المعلنة وبإشراف اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وفي مراكز الشباب الرياضية ذلك منذ فترة وموعيد الاختبارات القادمة سيتم إعلانها من خلال الصفحة الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء لكابيتانو مصر ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية ترجمة نانسي قنقر